السيدة المشاهدين أصلاح بكم في موعد جديد من بودكاست زون ميكس اليوم ريف جديد معنا في كيمة كل أسبوع تعوتوا به ريفنا اليوم مثيل جدل برشا كلم عليه خاصة في الأسبوع الأخير والكلم ما يوقفش لكن في الأسبوع الأخير كأنه زيدت واتيرة الوحدة اسمه تشبدت في أكثر من منبر أعليمي على هذك سعيد جدا باستقبال عبد كريم العابدي مرحبا يسي عبد كريم أهلا وسهلا مرحبا بك تحية لك إسلام تحية لسيدة المستمعين والمشاهدين الكرام 20 أمور ولا نحسها سانك 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 مانيش غالت كي قلت موثير الجدل يمكن ما ركزش معك فيه وذي وجهة نظرها متاعك نحترمها بي خل ابدأ أول سؤال عندك شي تحفر من بعض الأس لما تحبش نحكي فيهم مواضيع ولا ليه معقول يريد ما تسنيش على تسنيش أسلة تقليدية سني أسلة معناها مش تقليدية ومش بسيطة بي غالي وطلع والخيص بي أول سؤال تقليدي لما حالة واندي طلبت أسألة تقليدية عادي عادي لقد كان ممكن لكن مهم مهم باش لعبات تعرف شكونه عبد الكريم العابدي خطرنيين عملت رشير شوية مرة نلقى صحافي مرة نلقى مسؤول مرة نلقى وكيل لاعبين شكونه عبد الكريم العابدي عبد الكريم العابدي معناها في أعلم السبور معناها أنا قديم عندي خبرة بسيطة تقريبا متاع أربعين سناء إذا مش أكثر شوية معناها في جميع المجالات مغروم باللعبة كورت القدم أنا في بداياتي غطيت نشاط كورت اليد في الشروخ بديت في دال لانوار في كاتر فانويت وبعد كي في عام ثمانية وثمانين وبديت ثنين وتسعين وواحد وتسعين بديت معناها بديت من لو الهاوي حتى في الاخلاص والواحد معناها صغير ولكن استفدت من جريت لانوار لأني جريدة كانت أسبوعية وتعطيني الوقت خاصة أن وأنا موظف يعني باش أتعلمت بأنشور قريت للبارشا معناها كتاب كبارة وانسا وخاصة أن أنا ثقافتي رأي مصرية مغروم بالمصار وأنا وفرنس فوتبال وليكيب كنت أضم مغروم بيهم بارشا بشوية بشوية معناها وقد خدمت معناها عملت الكورت اليد كتبت على كورت اليد كورت السلة معناها لفترات مش قصيرة وثم وشريت مسؤول الفندي الافريقي في سنة خمزين خانجيك يمكن هذا بيت القصير سنة خمسة وثمانية وستة وثمانين في كورت السلة كنت مسؤولة على الشباب خدمت مسؤولة في الكلب خدمت مسؤولة في الكلب افريكا والكارت المتاعي نزلت نحتفظ بها ثم يعني تدرجت بشوية بشوية بعد وليت تعمل تختصاص كورت لأنني ما عاش ننجم أنا موظف في حد البنوك يعني ما ننجمش نتلهاب لأخرين الفوتبول بالمعارف بالوقت بالعلاقات باللي علش لاي الناس اللي كنت ننتبع فيهم ونكتب عليهم كبروا سواء ملعبية سواء مسؤولين ولو رؤساء سواء ملعبية ولو مسؤولين ولو رؤساء سواء حكام كنت نجم في ولو مسؤولين ستجربة لبش بش نكتب بالتجربة بش نكبر بالتجربة بالسنين من 88 حتى 2016 حتى 2016 علش خرجت خرجت في خلاف مع خلينا نقول لك سعيدة الساسي قلت سعيدة الساسي سعيدة العامري عفوا يعني خلاف مادي ويعرفوه كل في اجتماع حاضرين فيه الكل يعني طلبت زيادة معناها الحقيقة كنت ناخد في مبلغ معين بعد ثورة طارف الجرائد طاح ومعانش يتباعوا برشا احنا زادونا الموقع الرسمي والسيت الموقع الرسمي والزادوا الموقع الرسمي وزادوا الفيديوهات ولينا انا ما قبلتش باش نحب ذوكم كيفش نزيدني خدمة تزيدني فلوس ما قبلتش تقريبا في اجتماعين تلاف معناها ما سيصير الخلاف على الفلوس طلبت بزيادة لان الخدمة زادت فهمني خاطر برشا كلمات وقت عليك عاطر برشا كلمات عليك فانو فضلوا في الشروق يتخلىوا عليك هذا قدر الكبار مش نتكلم بشوي غرور ما نيش متواضع احنا لا فحضرين المسؤولين في الإدارة الكل وانا اخرى رتيك اللي عطيته النهار 26 سبتمبر بشيه 27 سبتمبر ما هبطوليش خاطر اختلفنا على الزيادة كنتم طالب الزيادة ومش مرة ولا اثنين وفي حضور كل المسؤولين على رؤساء التحرير والناس كل وعادي انا مانيش يعني ومشيت لا لا يقولوا دي حب عادي تخدم في بانكة زيدا بطبع بدت من هنا استفادتك من المسؤولين والعباد الكبار عزوز لاصر ما هو اللي كان اسباب في دخولك للبانكة لا فريد مختار فريد مختار انا اولا انا بديت دخلت في الشركة التونيسيل لصناعة الحليم ستيل خدمت من 82 86 نعطيك حاجة اخرى مثلا 83 مشيت عديت الواجب الوطني لجيش متاعي عديت لجيش وانا ناخد في الصلاير متاعي حتى كنتعدي فريد مختار سيعزوز نعرف ومليح يقال انه احسن بعيو هو توسط لك لا يستحيل لا يستحيل لا يستحيل خنكمل سؤيل خنكمل سؤيل بقى فقط بعد جوابني يقال انه هو توسط لك وبعد درت عليه والشي اذي خليه يدرشش برش حتى بعثك شكول البانكة قلقك احسن بعيو احسن اولا زوج وتخدم معنا وحسن يخدم معنا وحسن صديق هذا يؤكد انه هو توسط لك عنده علاقات في البانكة لا اسمع انا قد كنت في ستيل خدمت من 82 ل86 تسمع اللي دخلت معاه هو فريد مختار رئيس الندل الفريقي عندي خالي كان يخدم في ستيل هو اللي معناها اللي معناها دخلني فريد مختار في 86 86 بعد فوز للندل الفريقي ضد محيط قرقنا في المنزل ثلاثة واحد قابلت مع سي فريد اللي هو ما عادش معنا مشاه للبنك البنك 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 الوطني للتنمية الفيلاحية البنك ناشونال دي بولوبمان اقايقول لقيته حكينا شوية نهار الاثنين بعثت لي قلت لقليش نو قلت لها سهرية متاع استيل ضعيفة بعثت لي الشوفير متاعه وجاني لستيل هزني مشيت نخدم من 86 احسن علاقتي به ممتازة توتناش متسجول مزال الحي يرزق ونوجهه له تحية ابعثتكش هشكول للبنك استحالة كيفش ابعت لي هو احسن احسن بعايو زوجته تخدم معنا هو يخدم في السيل ما خدمش في البنك حسن تسمع فيه حسن عمرو ما كان موظف في البنك اي 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 ما قلتكش خدم في البنك اي اي ما قلتك بعثتك هشكول باي مسيرتك اعلاميا ميهنيا رياضيا يلفها برشا غموظ برشا اسرار كواليس كيفاش تفسروا هاذا لو كانت تحكيها انه انت زادة من البداية الى نهاية انا اقول لك اولا انا اشوف عندي عندي بحكم قوتك الخبرة حكم وقت القوتك معناها انا صحافة خدمتها هاوي بديتها هاوي بعقلية محترف انا وقت مثلا نكتب في خليه ما اقولش اكبر جريدة نكتب في الشروق اللي هي اكثر جريدة كانت تتباع مثلا الارشيف موجود تقريبا جريدة اسبوعية جريدة يومية ونحكي اشترك خلينا ننسي الانوار وتقريبا يعني على اربع خمسة مرات في الاسبوع المقالات امتاعي تهبت في الصفحة الاولى في اللايين بحكم الانفرادات مثلا نجم حتى نقول لك خاصة ما يخص النادي الفريقي خاصة ما يخص النادي الفريقي بحكم العلاقة باللعبين بالمسؤولين بحكم مسؤولين معناها مسؤولين من اعلى مستواب مع الخبرة بشوية بشوية بانسيولي المعلومة تبدأ عندي وفي بعض الاحيان كنت من صناع المعلومة انت فعل تعمل استيخو ديسيزيون لا لا مش كيك صناع المعلومة مش معناها انا مش قولك صناع المعلومة مثلا انا نجي ساعات نقترح في حاجة مثلا لعب معين على بعض المسؤولين مش دورك هذك لا دوري وقتل هو نحكيه انا صديق انا وياك انا وياك اصدقاء ونقضوا مع بعضنا ونتقابلوا تقول ياري بش نعمله بش نبدله ولا نخمه ولا بش نعمله ونحكيه انا نعطي راي بحكم ما فيهش نوع متسامسير هذر ما ليه كل واحد حره يقول سامسير حر فهمه مقابل لا ما فهمهش بلاش مقابل مش سحيل كان فهمه كان اخليت حاجة من النادي الفريقي اي واحد يخرج يقول اخليت فلوس من النادي الفريقي يا عمري ما فهمت فلوس تانجيو الموضوع هيا قد كنادي الفريقي واضح نجابك بيه اسمك كان يدور فسر قبل البرشة لكن الاسبوع هذر اخرج للعلن كيفاش تفسر وعندها برشة من الداخلين في قتال التحكيم قالوا بشي حرب ونفوذك وتأثيرك وسميوك برشة فمشكون نسميك فمشكون ليه فمشكون حتى نعطيك بالسمصار رغم اللي موش عليك انتي لكن الكلام واضح انه عليك انتي خلينا نسميو الاشياء موسميتها كيفاش ترد على هيدا الكل والله شوف جاءتني اذا جاءت مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بانني كامل الحقيقة اقتل واحد الحجة على من ادعاه وكتقول يعليش الجمعة هذية نقول لك هذا قدر الكبار لاني نعتبر نفسي من الشخصيات الكبيرة الموجودة في البلاد متواضعة لا غير متواضعة ملاستو متواضعا مقتل مع الناس كما دوم نكون مانيش متواضعة اما لابد اللي يعرفون يتعامل معاي يعرفوني مليح اما كي واحد يتكلم كايزه ما نكون مش متواضعة معاهم خاصة وقت الناس يبدو معروفين معناها الحكم التاجر او او اللعب العائق يعني شكونا ما دوم لا معناها اذا كان يجيك من عبيد كما هكت معروفين يعني في السلك متاعهم وزملائهم ما نعم كيش ترجع على ذلك اول واحد تسميك مختار دبوس مختار دبوس صديق واخ ومختار بش نحكي لك حاجة كان عندي فضل عليه بش يزفر المباريات حتى الودية في بداية كيفاش بش يرر بحكمة هو هو ولن استاذ محان وقتل انا النجم بش معناها مع الاصدقاء معناها ان نقترحه وهو معناها عطوه فرصة كما الناس كل كما تتكلم على اللعب عطوه فرصة اخوة خلي زفر لا ويش دورك كذي انت صحافي مظلو دورك لا واختري يسألوني واحد علش ما نعطيش يا ري لأ تقول لي انت دورك كي واحد يسألني وديما بلاش مقابل لا بلاش مقابل مثلا هاو مختار ريسل وعطني فلوس وللي هاو صديقك وزميلك ويخدم معك كيف كيف عادل زهمول كيف كيف ديمة بالتلميح اسمك ديمة على السينو تقريبا عادل زهمول شوف عادل زهمول يجب اسئل الحكام القدم والمسؤولين القدم والمدربين القدم على عادل زهمول واكتفي بذلك عادل قعد المدة اللي دخل فيها للقايمة الدولية قدش قعد وقدش خرج مدة صغيرة لا زفر مباراة خارج تونس والعمل دور نهائي شوف اي حكام النجم يعمل ببارات نهائية الحكام اسئل عليه واكتفي بذلك حكيت لي كلام في الأوف مايش بش نعاوده بالطبيعة مناش تحتاج متحكيه في القدم الميكرو والكاميرا عادل زهمول ولا لي عادل زهمول احنا ماحكيناش بخصوص عادل زهمول ومسيطة التحكيمية لي قتلك معناه يعني هو حكم عادل يعني ما ماهوش شوف ماهوش موراد الدعني سمعني ماهوش نجيجويني ماهوش هشام جيرات ماهوش قسم بن ناصر ماهوش سليم الجديدي ماهوش الصدق السالمي يعني ماهوش علي الدريد اللي يرح ماهوش يعني حكم ماعندوش تاريخ في التحكيم هذا اللجنة نقول لك ونعودة انه نخرج نخزر المعناه للسي في هذا هل يقوت الكلام عادل ندور نهائي في تونس ما عملوش وممشيش لبرة مايجوش مقابليات ممشيش الظنفر كمشيه الحكام هذا يقوتك معنا عادل يعني غير مؤهل باش يقيم ولا حتى الحكام هذي وجهة نظر متاعي رايضي امين برك الله كيف كيف وجه لك برشة اتهامات قال انك دخلت باش تخرج نجيجويني ويجمع لي معاه وكيف كيف باش دخلت انت وحطيت الناس الجدد اللي يجعلوا الادارة التحقيم ورادة دعم يشام جيرات ويجمع لي معاه اولا شوف نعود اشترى جواب بالنسبة ل نعيم قلت نعيم نعيم حسن امين 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 برك الله امين سينورمال هو كان موجود في المنظومة اللي خرجت هذه من حق وروا باش يدافع على من حق ورايوه نحترموه انا ادخلت باش نحيط نجيجويني استحالة نجيجويني عمل الاستقالة ونجيجويني دفعوه للاستقالة دفعوه للاستقالة ولا دفعوه معناها شكون اللي يدفعو كمال يدير كيفاش دفعو كمال يدير المثال عادل زهمول قال حكيت معاه قال اللي انتي معاتها رجعت نفذ كيانك في قطاع التحكيم هذا حسب كمال يدير عادل زهمول استحالة ها هو يسألوا كمال يدير استحالة باش يقول لها كيان الحكاية مش موجودة جميعا عادل كيك عادل عادل نرمال اللي ريت كانت اللي جوا في فترة عادل ويعرفوه طيو يعطيوك عادل شنوع وكذا لك عمد تفكر انتي تم في مرجعتش نفذ معنا اليوم في قطاع التحكيم أنا كنت موجود باش نرجع لا كنت موجود كيفاش كنت موجود في الكواليس قبل كيفاش اتعون نجيول التفاصيل بعض مع وديع الجري لكن اليوم يقولوا انك رجعت أمين بركلا مثلا قال كمال يدير مطالب انه يوضح عليك توبيك وشكونوا أمين بركلا باش يوري الكمال يدير باش يعملوا ما يعملش مشكونوا بأمين بركلا رايو هذك هو مثلا كل واحد يخرج حكم يتكلم على كمال يدير ماناش ندفع على كمال يدير هناك ولا غيره يعني يزم يخرج هو يوضح له ويخرج غد الحكم آخر ويخرج غد العب ويخرج مدرب معناها يقول كمال يدير ولا غير ويوضح للبركلا كيف لمحلك ما سميكش خير لكن واضح نحن سكول تعرف انه يحكى عليك أنت معناها شوف علش علش لقد 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 ومن سنوات عندما تقول لقد نقبل الوديع ومعاها الضوم وبعد الضوم أراني اسمعني رافية مليحة أنا موجود قبل وتاوى وبعد دي من نقود موجود حتى مدام أن نجم التكلم والصيوع يتحرك وعيني ومخ يفكر أراني ما نقود موجود خطر عندي علاقات عندي علاقات مع المدربين مع العيدين مع الحكم معتي علاقات مثلا أنا إسلام المددب لو أنا وإياك مثلا أنا ما نعرفك وانا حاجتي بك عندي كيف نوصل لك من غير من كل مكان اظهر لي واضح إذا أنت مهم وانا حاجتي بك سهل يسير باش نوصل لك من غير ما أنا نكلمك لنسي تليفون وليو نطلبك وانا بعضك بيسلم زيدي وضح لاش نقصد مثلا أنا كنبدأ واحد نحب نوصله باش ننتعامل معاه ولا نتكلم معاه ولا نحكي معاه نتعامل معاه في شنو باش نعرفه مش نتعامل باش نحكي معاه وش نتعامل معاه في شنو مثلا أنا أنا قدتك انتي حتى انتي أي واحد أنا ناجم عادي باش لا نحكي على كلمة اللي قال وسامة السلامي اش قال بالضبط قال انك دخلت في دربي ياسين حروش معروفة في دربي ياسين حروش مثلا بدلت التراجي من بنك البنك تراجي فرت عليها تلعب بالجري انتي أفرت على هذا ولا أنا حروش هو الحكام من المقابلة دي كمه مسؤولة ناجم تأخذوا طوب ولا غضوا ولا ياريت تجيبه طوي يحكي لك تصلش بيه ومعنديش بيها تعليق وسامة السلامي يقول في كلام مورس العادي وسامة يزمك تعرف هذا الشخص هو يزمك تعرفه مثلا أنا كنت دخلت علش ما وليتش كل ماتش ضد التراجي مدام أنا بيتعب مع التراجي ما ولي كل ماتش مبدل لهم المراول ما هو المشكل أنا حليت عليك الكتاب شوية واسألت هكذا برشة ناس يقولوا انك انتي معتها ما عندك صاحب اللي معتها يخلص اكثر خلينا نقول كلمة كما هو انتي معها عندك علاقات مع التراجي ريري تونسي كيف كيف مع بعض المسؤولين قراب لك رئيس نادي حمد المد بصحاب انتي ويا نرجع لكم نقول لك أنا أنا راني شخصية رياضي يحبو ولا محبوش عندي علاقات مع ناس كل رؤساء النوادي أغلب رؤساء النوادي عندي بهم علاقات نقول لك علاقات مثلا نعرف ويعرفني مثلا فما لينكلموا فما لينكلمني نجي واحد يستشيرك في حاجة ولا تستشيره عليك تك بحمد المد باكبر من هكا تمشي بأحرير الدار حمد المد بمشيت في الدار استدعاني في الزواج بنته كهو 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 بأسير كي ما استدعان عليها لتقريب الميات ولا الالاف خذيت ما عنده فلوس فلوس شنو شعطيني حمد المد فلوس ليانا شنو مناش نسؤل ليك فلوس على شعطي فيه حمد الله يقوله قبل الدربي هذيك نفسه انتعي سيد حروج عطاني حمد فلوس باش انا كمانش السؤال لحظة فنكمل السؤال وبعض جوابني يقال انك كلمت حمد المد قلت له نحي زيادة لمثاني من مهام تاع اللي كان وقتها هو مديرياري في الفريق سينو باش تخسروا الدربي هذيك اسمعني حمد المد موجود كلا عادة دي منك تجي حاجة هكا الشخص الحمد لله هذو ما الناس اللي تسمي فيهم الكل مزالوا على قيد الحلقية يبا ربي يعطيه الصحة هو اللي جبتهم الكل واحد سهلة تنجم تنجم انتي قدامي اليوم حابني اخذ جواب منك انتي كيفاش هذا يسير وبعد العام البعد نطلبه نقله نحي رياضة بالنور ورياضة بو ان شاء الله دي ما موجود وهو موجود يعني هي رياضة معناه يزم كل مرة نقله نحي رياضة ولا نحي انا نحي نحي زياد باش يخسل ماتش قتليه وشناه بس في نوبشي اخسل الدربة ذاك وعلش الماتش هذيك اشيت فيه اذا كان من حرز اذا كان من حرز اذا كان من حرز اذا كان فهمت تصال وصال هك فهم واحد ما بينتنا اذا سارت يخرجت وانا يا خرج وحمد المد اتنج متسال وولد سهل اتنج متالش على التالي فنات كان فهمت تصال اصلا رياض بانو كيف كيف صديقي زياد ينسير صديقي رياض نقلت كان راني قديم مش قديم علاقتي به علاقتي به عادية كما عادت كما عادت معناها مسؤولين رياض عندو عديد السنوات في الاسفيرونس كي تسمح الفرصة نتقابل عندو برشا ما تقابلناش فهم ونتقابلوا ساعات مع عبادة رياضيين فهمت مش نقعة ضده فهم يمكن ولنما نتقابلوش خطر رياض يشيش وانا ليه خلنا نحكيو يمكن هذه كريمة عندها قيمة مرياض يعني عندو برشا ما تقابلناش ولكن اكون لهو كل الاحترام والتقدير باي يقولوا وانتي كنت الرجل الوديع الجري في قطاع التحكيم انا كنت قبل وديع وفي فترة وديع وبعد وديع ومش نقول ما دامني موجود وما دامني مفكر ونشوف وصيبعي تحرك راني موجود انا عندي رسيد متاع خبرة تقولي كنت وديع شنو الاستفادة معناها انا او شكون الاستفادة شنو معناها كنت كنت تخدم معنا كنت تخدم معنا كتاع التحكيم لا اخدمت مش انا برك عدت فيما صحفيين وفيما الناس عايت لهم التعاون مع الفديراسيون انا واحد من تقريبا نجي عشرين كنت رئيس لجنة المنسقين العالميين وعليش ما عادش من بعض في الفين في جوان واحد وعشرين بنصيحة من صديق محامي هو قال لي سيب عليك ويزي وخدامته وخطله علي اش قال لي سيب عليك ويشنو سبب لا لا ما حد سبب قال لي يزي مش وديع تخلى عليك لا 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 مش صحيح عايت ما شوفناكش اليوم موقف معاها وديع الجري ناقف معا فيش في كتاباتك مثلا شو معناه كيفش فانه يمر بمحنة اليوم في السجن شوفناك بعيد كينا ما يهمكش الموضوع رغم اللي فضله كبير عليك لا ما عندوش فضل عليك ما عندوش فضل لا لا عندو حتى فضل ما خدملوش ما خدمش بنتك فضاء بتاع بنتي كيما عشرات اللي خدموا بشهد متاحه مطلب هذا فضل من وديع الجري لا لا مش فضل اولا بنتي دخلت تشتغل وعملت المطلب واللي سحلها في المطلب هو رئيس الرابطة متاع تونس سيد جلال البشيني وكيما دخلوا ابناء صحفيين ينشر كيما زوجات صحفيين اما هذو ما دخلوا عبيد عندهم الشهيد وتوانسة عندهم الجنسية تونسية وعندهم الواعد وعملوا مطالب وقتها كانت الجامعة الحكاية تقريبا عندها من 2014 بصدفة معناها جيت ما هوش فضل من وديع لا ما هوش فضل ما هوش وديع قد رئيس الرابطة جلال البشيني متاع تونس بسا عملت مطلب ما يعمل حتى حاجة وقتها كان بإذن وديع ايه واللي دخلها من الخلوني الكل ايه دخلت لهم أنا لا الكل وديع عمليهم زي مزي كي نوع واللي تدخل في البيانات تدخل في الستيق تدخل في الستيبليا مش كي مضابطة نحن نحن نحكي وعذابت اليوم ليه ليش مش كيف كيف ما مؤسسة وطنية تعمل مطلب وانتي متخرج انا بنتي متخرجة وعملت مطلب وصنات بعد المطلب تأتي بيجي عام وعليش ما تخدمش وعليش يدخلو للاخرين عالش يدخل بنتك انت ولا لقتك ولا أخوه معناه قدمت مطلب كينس الكل عديت كونكور كينس الكل ومعتى انت ما عندكش تدخلات ما عندك حد شي آخر سنة ان اذا عندي تدخل البنتي بيش دخلت تخدم لاني عندي تدخل الاخرين وكل بنات وولاد وانسا وكل اي عندي كل ما لديه لكل دخلتما انا انولي اي اقوى من اللي يقولوهم علاقتك مع ند الفريق كيفاش بدأت علاقتتي من ند الفريق هي انا محب حبيت ند الفريق وانا تقريبا سبعة ثمانية سنين انا من الريف امتاع ماطر قتلي مهبول بالاكلب مش محبك ينسوه لا انا حب الاكلب وولاديك سميتهم ذالي على واحد سويته على خلد السعيدي ولو الثاني على فوزرويسي عادي وحتى كانت تصير يمكن اللي ما كانتش يمكن موافقة في العائلة الكبيرة معناه على التسمية يمكن مش معناه ضد السامية انا انا يمكن كان فلده اسمه أخرين ولا كنت انا سميته الول على خلد السعيدي والثاني على فوزرويسي عادي ومانش نادم ماذا بيا ما يوقع اخترت تكتب علي كلبي بنتي من اصل الدنيا لكن هذا عمل لك بشه خلافات حتى ما بعض الملاعبية سوى يقضون مواتاو عجي اهم الخلافات عام 490 فهلي معلوة لطفي المحايسي كيف كيف معلوها كتب تعليب الخايب بعث لك حتى شكون كيف كيف للبانك هزيت لا مستمر بالبانك لطفي جاني هو للمطار اه للمطار صحيح صحيح هدك هددني ولكن انتم قلت حاش لطفي المحايسي الكلوب جيبت افضل يمكن انت دابت خلطونس هو مغاريا مغاريا في العام الثاني متاعه طالب امتيازات كبيرة تسمع طالب امتيازات كبيرة مغاريا انا انتقت مغاريا وممكن كنت قاسي او بالغت في النقد متاعي ضده وهذا خلى لطفي المحايسي يدخل ينصر مغاريا معناه يجي معاه بدال خلاف متاعي مع لطفي المحايسي عفوا وقعت كي ملعبش مليح وخاصة انه في اخر كرياري وخليني نكون صادق وصريح يمكن كان جاي قبل ما نجي مشي معناه وليد تقريبا وين لطفي المحايسي ملعبش مليح ان انا نتكلم عليه على السن ما مدرش نياش يعمل زايد ملعبش وخاصة انه في الفترة ذكه كانت النتائج خايبة في 94 و95 قبل ما يمشي للكيف معناها لطفي تراجع بحكم السن بحكم عنده تقريبا 10-15 سنة هو يلعب في السنور سنور مالا اختلفنا جاني مرة للمطار مش عارف هما انه في الريق يجي من بارا جاء على اساس هو حبي يمكن يهدد ولي خوف ولكن ولكن ما نجي مش ما نترجاعش مانيش معناها سمحني مع احترام نحبش نسمي لحياة مولود بناق ننو ولا خواف لا مانيش خواف وبعد تقريبا سنوات لطفي ما نشي اصدقاء عمرنا ما كنا اصدقاء ولكن بعد سنوات دخلت باش ساعدته في حاجة امتاع في النادي الافريقي دخلت باش ساعدته ولكن ما نشي اصدقاء ولكن ما نشي اعداء نفس المشكلة الساركة ما حاسبنا عليه ما حاسبنا عليه بالضبط في باب جديد أنا نببج في جارة الايام مع الكبير نجيب الاخوة دي وأنا نشي ه Lazart��ك ها الم singular خرج لي ما حاسب باب جديد انا منشي عليه عنده قهوط خرج لي ومعاها ومعه زوز هو بدا يجي حزة علي اصدقاء علي والاخرين ما هاددو المعاه وقلهم كان لها ó nueva منزor عساس معناها كل عادة باش يربكني ولا باش ولا ما ما ترجعتش كتبت له بعد نهارين يا حرز ما حرز ما انا شوش نقوله ابن علي وقتها وقعت معناها في الهجوم المتاعي عليها والنقد يمكن المبالغ فيها لانه هو ما هوش فوزير ويسي هو ما هوش عد السليمي ما هوش سامير السليمي ما هوش ملاعب كبير هو ملاعب كان ملاعب تكتيكي يقولوا انك تنقد باش تاخو فلوس كي تاخو فلوس معاش تنقد هات ديما نرجع لك لذي هات اللي شكون اللي اعطاني فلوس هل ما يجمش حد يقول لك انا عطيت فلوس اما الكلام هذي ديما مرتبط بيك ايه هذي مرتبط اللي يقولوه شكون يخرجوا بشتقاي يخرجوا شخصية تافه واحد تافه يخرجك لانه هو يمكن ياخو اللي يتعاون لك انا ما نشكاكة وانا ما نشكاكة وبه تقول لي يعطيني فلوس باش نشكره انا ما نشكره انا انت صديقي نعاونك بصمت نشكرش انا انا انت كي تخدم مليح واجبك اذاك ودورك ومتعش نوع نشكرك انا تلعب مليح ودرش نوع واحد انت يولى مدرب انا نعطي رأي يمكن غالط لو الرأي ديما النجم يكون الرأي نكتب فيه ديما غالط انا هذيك وجهة نظره امتي عايزم تحترم سامينا عكريمي هذك قال لك ارفع يديك عن الافريقي وانت كنت تعمل علي حملة على الفيسبوك انت تعرف شنو يستنى فيك انا عمري من اعمل حملة ساميك بالاسم انا عبدالقلالي ساميك بالاسم اسمعني انا شوية انا من اعملت حملة فيسبوك دا كوردو وانا من المدرسة الجديمة منيش نوعه متاع حملة وسامي العكريمي رجل له تاريخ في جريدة لابريس وفي الحمام تاعه ومعروف سامي زادة معروف معناها لا يختلف على بعض اللي اذكرتهم ويعرفوه سامي يعرفوه مرة اختلف مع رشيد بن خديزة في حنى باعل وتكلم الكلام ما نجمش نقوله معنا سامي يسل زادة على سامي نحبك انتي قدامي جوابني يا انتي شنو شنو تحب تقول ليه نحب تقول سامي دا تاريخه معروف اللي هو شنو تاريخ في شنو في تاريخه كله مكش بش تقولي شنو ليه شنو نقصت شنو نقصت هاني خدك اسألة عليه كما اسألت يا انتي قدامي هاني اسألت لك انتي شكو مش تسأل ليه انا اللي جواب اعطيت لك باي علاختك بسليم الرياح ها تعطيني شنو تحب بسليم الرياح اسأل سؤال واضح سؤال واضح تعجبني قولوا انك كنت واسيد بينه وبين الحكام سؤال واضح ماذا ما اوضح من هاك استحالة هادي ها من الحكام موجودين ما مفهم برشة اللي ضده واحد ها تجي بحكم منه ها تعطيني مو مش الناجم يقوله حتى ندرك يجي واحد يقول لك نزول توسليم دقيق سيما ريحي في الفترة امتاعه وصل لهو معناها تقريب عنده هو صاحب الحزب الثلاث في تونس وعلاقاته كبيرة ونفوضه وفلوسه وكل شي عنده معنا بس حق باش انا نهزه ما لازم شخص يكون وسيط سواء انت ولا غيرك الشخص اذا كنت انت لا 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 واستحالة والله واستحالة كان نهار هزيت الوربيتر ولا واحد خليت من عنده فلوس فلوس نوخ كيفيهش فلوس اسأل فيك مرح خليت من عنده حتى فلوس خليت من فلوس سليم الرجل العمار الكبير كيفيهش يعطي فلوس تعرف ماذا يعطي فلوس انا مش امد لي خمس مليون ولا مليون مش عطيك فلوس كبيرة 18 مليون هذي يقولك 18 مليون يريتي يجي يعطيني مليون وياخو 17 يقال عليهم والله ينقبلوا المليون 18 مليون 18 مليون هو كيمتدهم لي السيدة ذاي قعد معنا وسليم كيفيش عطيك مش عملة كبيرة مش عطي يومك تراوح بيهم في في ساشي مايسيروش ديفيرمون بطريقة يعطيك ساشي ساشي كحلة مرحبت يريد ساشي كحلة الساشي كحلة الفلوس انا زعم نخليها في الدارة ومش نصبها في الكون سهل عندي حساب واحد ينجم ويشوفوه ينجم ويرجعول وسهل حسابتك مفتوح اليوم اذا كان اي حد يحب يحطر سهل بجانسر تنهجم حسابتك مرحبت يرجع عندي حساب مش مش شوفوه معروفا سهل توقع يريدت البرود متاعه وبدأ في جوان 2012 سهل ها شدان الافريقي في جوان 2012 نعرش نضغط نهار انا سهل بش يشوفوه خفلوسا مش اكيد مش نمش نصبهم ونحطهم فهمتك مراد قوبع هو كان فاعل وقته وسليم الرياحي وريضاد دريدي كيف كيف انا رضاد دريدي ايه 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 وقتا جاء نحي الجزيري باش يجب اكا شاس منتاع الكونغ والمضروب وندما جب هذلك وصيفوه المشاكل ايه رضا كانت علاقتك به مش به يا بارسل رضا من زهير الزوادي صحيح ولا رضا خلانكمل السؤال يقولونه في الفترة اكا جهز زهير الزوادي كيف كيف تكتب علي بالخايب على زهير ايه خلانكمل السؤال لا ينكمل لازم نكمل لازم نكمل وطلبت فلوس من رضاد دريدي وبعصلك حتى باندي نجم نسميه ليه مش لازم نسميوه للبانكة كيف كيف باش معه سمعتك تكتب علي زهير الزوادي بالخايب ومن وقتها من بعصلك الباندي اذيك انا كتبت شي على زهير الزوادي ممتازة اذيك اولا كانت تلقى زهير انا مثلا من الملعبية اللي سعيد باش نكتب عليهم كما فوزي وكما اسمع لي كي سامي التواتي تسمع والله فوزي رويسي وسامي التواتي زهير الزوادي فملاعبية ما اكتبت عليهم والإني انبهبهم لعبية وزهير عملي لم اكتبت عليه في الخايب ومعناها لم اكتبت عليه وقالي رضاء يقولين تكتب على زهير رضاء هل تعرف زهير هو جابوا القلوب ليس جابوا القلوب رضاء بعد اسر ان زهير اش أعملوا رضاء نحن نحكي بعض حققت نافيا لا لا آجوا لي يطوري بس بذلك أي وكيله أي ودي وكيله فلاد من قريب اخليل الشايبي أد Lauret لن signed Praise بٹو انا زهير سهل يسر زهير لم يكون cقري قلة餐 للم تأتي لأنه في هو ساذا شيب را Katie لان الدون صغير الملعبين اللي عندهم معناها موش حماية والحسانة مامانية أنا معناها ما نكتبش عليهم. خذيت 150 مليون معنى سليم الرياحي. هذي 150 سهلة ما مش نحطها في بلاسة معينة. 150 ماذا ليش تقل في الدار ولا نخبيها في اللعنة. الكونت. باي فيش نوع خذيتهم 150 مليون نظر. اسمعتش قلت لك بالله. اي خلانكمل. بش نسأل. الفلوس ومش تلقاهم. اي. يقال انه ولدك مشاه لليبيا. اه جابوا لك سليم الرياحي. اه وبعض قلوا جابوا لك حد اخر. وانتي خذيت 150 مليون فدية. لكن فمش كون جابوا لك بلايش ولدك وقت. المية وخمسين خذيتهم انتي. السنة هذي 150. تهلني 150 خلي ولدي سعاشير. المية وخمسين كمش ناخذه. هل ممكن انت بش واحد ما يحطهمش في حساب من الحسابيات وفي معطر ولا ليبيا ولا ما تغشمون. لازم يتحطوا ولا لي. اي. ابحث معنا. عملا اقسم بالإسانة. اقسم الله حمرا ما صارت هذه جملة. وثانيين في المونطان كبير رواضي. مش تحت في كونت. حقا ولا لي. اي سليم هو اجاب لك ولدك وقتها من ليبيا. اه ولدي اه كما صار بعد الثورة وبرشم شي وولدي شوف. ريت شفيق الجريا. عمشان سميل. ربي يفرج عليه. وربي ينور الحق بلتوق. بل كل شي ربي ينور الحق. هذا ربي ينور الحق. هذه الدعوة الافضل. اي ربي ينور الحق. يا الخاتمة واحد ما يعرش. اه. نحترم حكم القضاء. اه. 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 شفيق جريا وسليم الرياحي. اه. ولدي تقريبا قعد عشر ايام وكان ماشي لسوريا ولا. قعد تقريبا عشر ايام في في ليبيا. تدخل من سليم الرياحي. ومن شفيق الجريا. بعلاقاتهم في اه. 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 رجعوا لي. معناها زوز. معناها كل واحد منشيرة. باش النجم يرجعوه لانه مشي. ودي عمالة ثمانتاش سناء. لعبوله بموخه كيما الاصغر الكل. قعد تقريبا ديزويتان معاهم هجموعة. اه. اه. انا قد تكشفيق. و. و. وسليم. اه. بعلاقاتهم مع غادي. اه. مع ذو شخصيات كبار. في البيض التوى اللي يحكموا في البلاد في ليبيا. اه. باش ولدي بخرجوه وركبوه في الطيارة و. ذاكر الواتي عاون وقتها. انا ذاكر الواتي تو. كلام هكتاني ذاكر مسكين. لكن نعرف الصغير ومو تخدم معايا هكت. اه. ما عندوش علاقة. هلقت شنوها. بس افهيك اصفية. هلقت شنوها عند ذاكر. اه. مش مهم. مش مهم بي. اه. باش نحكي لك عزوز ما تشويت. دربي اللي ستقدبش نحها فيه شهاب العبيد. وماتش اللي طوال. ولكلوب اللي بغداد بونجيح مالك فيه زوز بونتويت. يعني انك شاي زوز ما تشويتها روما. اقسم بالله اللي عندي منهم. انا قدتك اقسم بالله. اه. اللي عندي بهم العلاقة كبيرة لصغيرة. ما تشويت كيلو اخرين. اما هنك اقسمت لك واسه لك. انا عندك سؤال مباشر هلت. السؤال مباشر. يقولوا انك سمسرت في الحكم. هدي انتي متهم برشا بالسمسرة. انا حكيناش فيه السمسرة في الحكم. فقط فنكمل السؤال وجاوبني على راحتك. يقولوا انك خذيت فلوس. ارهمت واحد بالمسؤولين. ما غام نساميه مثالش. ما غام نساميه جمعية زادة. انك خذيت فلوس وانه هو حكم مريقل بش يعاون الجمعية اكس في المقابلة هذيكة. واللي هو مصح بالكل. حكم لا كلمت ولا دورت بيه. فقط خذيت فلوس. ما هو سيدة ذي ما ما تسميهش انتي. تعرف. اه. ينجم توقي انا. مدام انا حسب ما تقول. اه. فما فلوس. والفلوس ما وصلتش للحكم هكا ولا لا. اه. ما وصلتش. الحكم اصلا طلب المسؤول بعض الماتش. قال له راي اسمعت كذا كذا. قال له يحلف والله لاخذيت حتى من اليوم معناه. ادقيق. المسؤول انسى الحكم. المسؤول هذيه اللي اعطاه الفلوس. مدام الفلوس ما وصلتش. اكيد مش يحكي ولا لا. اه. اذا كان الحكاية صحيح. اه. احكي مع المسؤول. وانا حذر. السؤال الكل تقول لي احكي مع اليوم انتي قدامي نحصل في كنتي. انا هنخدك ليه بالطبيع. اخي توسامحني. انجي عبارة انتي بش نقولك. هكا خديدت فلوس من عند اه. اه. درشكون. تبكي مش يحكي مع المسؤول. طب انا انا اسمع. تقولي الحكم ما انا عرف مش مش كون انسيته والله. والحكم انا الحكم ما نتواصلش معه. مريت ما نكلم هم اش انا. انا ما نكلم هم اش الحكم. صبع. انا ما نطلبش. عليش دي ما نقوله اه. السمسار. الكلمة ذات ربطت بك انتي. عليش. على خطر انا موجود وقوي. سمحني ريتر تلزني باش نتكلم هكا ما تلزم شكا. انا موجود. انا موجود. اخي توه اللي يتكلم. يجيب دليل. ويمشي يشكي. يجيب دليل سيء. لخص. عليش مشكيش انتي مثلا. عبادت توجهلك في الاتهامات. لا انا اذا كان. فما اتهامش. كنت قلقك انا ما نشيكي بناس توه. قدمت شكاية. لا من نجيبش. لا هذه من جيوبش. عليش. عليش. انا قلقك انا احترم بك شوي للقضاء. لا. سكن قلقك من يشيكي انا. لا اذا كان. شوفي نجم واحد روي انتقد ويتكلم ويعطي راي وعادي اما فيما حاجاتها يتمس. انا او. سكن قلقك من شكيش. عليش دي حوالك انتي الاتهامات على سمسار. ايش ما نعمل لهم انا. مش صحيح تنفي كل شي. ما نطيحش مستويه بش نجيوب على الضوما انا. جيوب على الاعباد دهما يعني قلقك شكونهم كيفية شوما. بي لمحت لي حتى مرة نحكيه وانا وياك قلت لي فما منسق اعلامي يستعملوا فيه حتى في شراء الحكام. تسمح لي نحكيها ولا يسا. منسق اعلامي. لا ما نسمح لكش. ما تسمح لكش. لا. بعدها يعاد لك فكرة. لا لا ما ليش بس حكيمة دهما قلت لي. لا اذا انا وياك نحكيه. حبيت حبيت نحكيه على الواقع. نحنا ما غيرت نحكيه على الاسامي. معناه يعاد لك حكيم حتى منسقين اعلاميين يدخلوا في المنظومة هذي. شو شو انا قلتك منسق اعلامي. اعلامي هكا متابع صحابة. منسق مباراة. منسق العالمي. منسق العام. منسق كوميسيار دمات شرام ثلاثة يمشيه. ينجم. يكون ذاكا عنده علاقة بالحكم. ولا صاحبه ولا درسانية. معناها ينجم يكون. يكلم يقوله متاع نرد بالك كذا. درسانية ساعد روحك. انا ما عنديش ما يثبت ولا مريت. اللي هو مدله ولا اعطاه ولا ذا. خطة هذي الفلوس. كمش تتعطاه ولا تمشي. يكون مشي نجم تعرفه. عليش قلت يوسري بولي اسوء حكم. رأي انا كحكم عادي جدا. فهمت وكمشي تنحم القائمة الدولية واشت عمناول. وخليه حسين. جلخة واحد. رأي انا راني نحكي كحكم. انا بنسبي انا في القائمة الدولية. ورأي هذا يتفهم. انا قولك مثلا انا انا راه. فما انا خلينا نحكيه على يوسري. انا راه حكم عادي. وخير الدليل. اعطوه الدربية عنده تقريب ستة سبعة سنين. تسمع. وما نجحش فيه. ومن وقتها معناه هو ما رجعش عمل ماتشوت الكبار. ما رجعش الدربيات. لو كان هو اصغر حكم زفر الدربي. ولكن في المقابلة متاعه ما نجحش. وخير دليل ما رجعش للدربيات. اللي نجحوا في الدربي كما قيرات. عاود عامله 4-5 مرات. لارقام تتكلم رأي سعاد. جنيح عالي قلت لي هو خليه. قلت لي جنيح هو ما خليش تنحى مقامة دولي. ما هو من نتصوصه مش يكلمه هو بش خليهم. عامناول ما يعرفوه ناس كل جاء لخر في الترتيب وكان مش يتنحى فهمت. في العادة اللي يكمل الاخر. هما سبعة. كان مش يتنحى ولد عامناول معناه. مش سيزون هذي. سيزون هذي نجويني عملا ليست. عامناول معناه. كان مش يتنحى. مولاد الدعمي قال انه ما يعاهش السمسار في موزايك. وقال انه مش شي يقبل حتى تأثيري. ما يحكى عليك انتي معناه. خدتوك بشي قبل السمحني. ما يعرفش. سنر مالخي يسلوه سؤال مسيب هاكم مش شي يقبل. كيفش مش معناه يقبل. وش مقال كيف سمسار يتعامل معاه. هذي كل واحدة. هذي تقبع معنا حكاية فارغة عاملين قبع. وش تعامل معاه كأنه هو قل وحط. كلام هذي قد كل اللي يتكلمه يحبه يقوله كاكا. حتى هو موراد ولا غيره. موراد دراه مسؤول على الأمور اللي داريها. تسمعني. وراي الأمور تعينات مش عند موراد. اللجنة هوني حتى تشوف البلاغ. يتقول لك عروس المنصة وهشام جيات وزبير نويرة. وفهم شكري سعد الله في الاساسيستان. وشكونا اخرى محمد زمد بلهي بالانتحانات والفار. وموراد مدير لدار. اللي مدير لدار راهو أمور إداية. ما عندوش علاقة بالتعايدات. في 2018 المواجهة بين ناجي الجويني ووديع الجري. انت عطيت له المعلومات وديع اللي واجه فيه من ناجي الجويني. ممتاز. ياقف غادي مش نرجعك. نسألك سؤال أنا ونرجعلك لنجاوبك. وديع ديما واني يظهر في القنوات التلفزية. على الأقل نحكي على روحي آن يكون مقنعة بالنسبة مئوية كبيرة. توافقني في هذا ولا دا؟ وديع ذكي ياسر. ومن قد كشخصيات. متكلم بارع جدا. لا ويحفظ رميح. والحاجة عنده ذاكر كبيرة. يعني وديع مش يمشي يقعد مع ناجي الجويني. معنا كلمة في ماشي عبد الكريم العابد. وديع من ناجي يمشي يحاور ناجي جويني. وناجي جويني كيتكلم مع وديع منها أنا عطيته ولا ما عطيته. وعطيت الوديع بارك أنا. يعطيت انا الوديع نفرض وانا عطيت الوديع ومعطيتش الناجي ممزوز. تقول لنا انا وديع عطربي. وديع معناها كأن انا مفهماش الارشيفة ذايا والحاجات والليش بدهمل. وانا والله اللي اتفرجت. اقسم بالله هنحكي لك. في بارك ما نتفرج انا. منعرش الموضوع اللي حكيو فيه اشنوه. وراه وديع. كما قلتك هك انتي بديك توافقني فينا. وديع يحضر مليح. يحضر مليح وعنده ذاكرة. يحضر مليح يطلب الناس هكا المطلع شوالي. لا ما طلبنيش ولا يمكن ما نسيت. الحقيقة فيه 2018 عنا 6 سنين. موش بضلو. وديع ذكي ياسر. واكسبريانس. وقد كي حضر. ويعمل كل شيء. ماشي بشي قد مع نيجي جويني. ولا غير نيجي جويني يحضر كل شيء. وعادي. يعني ترى من خدمة مع بعضها مكهو. في 2015 نيجي جويني في شمسة فين. تتهمك صراحة انك مؤثر ومهدد على قطاع التحكيم في تونس. 2015. وقعت معناها انا فاعل من وقتها. لتوحت ال 2024 كاكا. واضح ناس كل تقول هذا. معناها انا رجل قوي. انت قوي. معناها رجل قوي حسب اللي. نحييه نيجي جويني نحترمه. كان بيننا ود. نيجي جويني وقت اللي كان عليه حصار. وما يهبطلوشي. حواراتو. وما يتكلمش في زرية ما يكتبوش عليها. كنت انا الوحيد ان نعمل له حوارات. في الشروق ها. حتى مرة مثلا تفكر في المضان احنا في الليل. في فندق انسمية وفي فندق ابو نواس. قال لي نراهنك بعد ما منا باش قلل الحوار يهبط. لانو احنا كنا نتكلم على شخصية. ما نحبش ان نجبدها تاو. لانها مقيدة الحرية الشخصية هذي تاو معروفة. شخصية معناها. كانت في تونس وكان عندها خلاف مع نيجي جويني. وهبط له الحوار. نيجي بعد اختلفنا يمكن مرة انا اش عارف اكتبت حاجة ولا ولا. اه مرة نيجي شنو بديت. مرة قلت اتصل لبناء نيجي جويني ادرسها عليك كلمني. تنرف زمن اتصل لبناء. كيفاش انا ما احبش نقول عندها. و مرة اخرى. و مرة اخرى. كتبت على البيلنتية ذيك. انا قلت هي نيجي قال مش بلنتية بلنتية. انا قلت لا. المفهوض يجي مع تونس واحد وكذا. رأى وراجل من كل الاحترام. ورأى يقول اللي يحب هو. الخلاف متاعك بدأ ووقتها معاها. لا مش خلاف. مش خلاف. ما يمكن هو قال حاجة ولا جات حاجة. قلتك معناها انا سارو حاجتنا ما قلتك. وكان بناتنا ودق بل ودرشنا واحد. وكنت معناها حتى وصلنا السافرين مع بعضنا. مرة قاعدنا يجي جمعة في روما. كنت صحاب صحاب مرة. ينسير قلتك انا وقت عنام. يقال خاطر من الناس من الانسحاب نرفع في عاودتك. اليوم كفاعل في المشا. مهم تاز نجم تسأله. يستحيل. اسمع لي انا اسمي مش مش مقترح. وانا. معناها مانيش موجود. مانيش موجود في الجامعة. ولكن انا قلت لك راني خدمت في الصحافة قدش من عام. واخدمت في الواحد انا موجود في الكواليس. راني عندي فيها بورسونتاج. كواليس. متاع الكورة ومتاع درشنية. التونس البرة هنا. عادي مش تبدأ عندي قدك علاقات. كما حكيتك من الول. كانوا ملاعبيت كورة. وكانوا حكام. وكانوا مسؤولين. هذو ما كبروا. حط مثلا اللي كنت نعرفها مع علاقة داشة البيرودا دية. فيها مسيدي عندي توا خمسين والمئة واحد نعرفها. نبدأ عندي علاقة بيهم. مثلا نبدأ حيشي بك انت باسلام المادة بيوصلني ليك. باش نتقابله. يعني انا في الكواليس وفي الاخبار انا مش نقعد موجود ديما. ما دامني صح البياس ونشوفه. ونعرف نتكلم. داخل حتى في مجال بوكالي عمال عايبين زيدا. لا هذي مش داخل. هذي الشغل امتاعي توا. اه تخدم توا. حوي نخدم. انا عندي مكتب للاستشارات. مستعد بيش مريك. بيانسوي عندي مكتب للاستشارات. سكون اللاعبين تعمل معاك اليوم. لا عليش نقول عليم. انا قاعد لانا نخدم مع السوق البرا جبت جبت زوجة ملعبية الجمعية في تونس. اللي اتحت تطوينه مخلصش. ها مش نسميلك. تطوين هم ملعبية مش خاصية. لا مخلصش مسؤولين حتى في التذكر طيارات. مخلصش. فهمتها. لانه ما مفهمش. نجيبش جيبة ملعبية لتونس. ما ديخدمش مع الكلوب اللي هي جماعيتك. الكلوب هاو سيدي. طوينتي اكيد تعرف مسؤولين فيهم. ايه سألهم. تطوينيش. لا تطوينيش من العرش تحكي معي أنا. طوينتي اذا كانك قاتل تلوش. انا راني عندي فاكل عليك بالجدارة. سواء عندك فاكل. لا. ما عنديش مطالب اش نقولك. يعني انتي تناجم تسأل. عندي جيتوت يسأل بها. سهل. كان عندك خبال. مع يوسف العلمي. اللي هو اذا قريبا مقرب لك بدرجة كبيرة. بح وقبال يوسف. يوسف قطيش جاء. بحكي عن يوسف. انخدك راني من زمان. خاطر يوسف صاحبك صاحبك. مش كان يوسف بارك صاحب. خذيت فلوس مع عندي يوسف. مش نقولي كيس لو تقولي ما نستلوه. بل ايه يذي اختنى منها. انتي قدامي. ماذا نوال خذيتك. ما اخذكش لوكال في محل تجيري. ايه يو عشرين مليون قيمته. اذا عندي طو محل اخذ هوليوس. اه جواب عندك. ونقولك شيء. نمشي طو بعد ما نكمل الحصة نكتبه لك. بالحال. جبت له كفالي انتي. كيف يقولوها عمليو. باهي. كيف يجبت له كفالي وصاحبي. هلش ما يخذهوش. اخذيه اخدم شوية وبعض. اخوي خليها. هلش نحين. مكش انتي جبته. كيف يجبته. كنت يوضح لي مساش. مجبتهوش. قلتك الكلوب ريت الكلوب ما جبت لهاش. وانت عملش معاه ما جبتش. بالكل. قلتك انتي تنجم تسأل. وتثبت وعق. اذا تلقى جايبنا جوالات للكلوب. رأيت اسمع علي كل صحيح. مش كان على الكلوب. قلتك تونس ما فيهاش فلوس. ولما فهميش نعرش نوع. والخلوب انا عندي ريها ضعف لاني جمعيتي. قلتك انا قلتك. قلتك انا قلتك. القلوب كان نجي بالهم واحد. ونلقى ملعبي. بالفضل منهزه للأكيب أخرى. ونهزه للبر. وعلى خطر مفهما فلوس. وعلى خطر مفهما يخل في البر. تصور اني نجيب جوار وكلوب منتي يخذوه. ونعتيه جمعية هنا ويخرج به. ونعتيه هنا لخطر القلوب. خطر عندي ضعف للكلوب. ومن هنا تظهرت علاقتك مع كمية دير تبنيت ذاليا. مالكلوب معناها. كمية دير وحمود بن عمار. ووديع الجاري. وعلي الحفصي والذي يشده الجامعة كله. والذي يشده مالجاي. انا التوى قاعد نخدم الانتخابات الجاي. شخولك. نلوجه نجمك الرئيس ببعبادي يتصلوا بي ونتصل بي. انتي اش دخلك؟ عليك انتي اش دخلك انتي. مش مهمتك هيري. لا 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 لا. وقت اللي يكلمني اسلم المدب. واضح. وانا عندي علاقة به يقول لي راني بش نعمل قايمة ولا راني يدخل في قايمة. شنو رايك شنقوله نقوله لا ابعد علي. اعطيني انتي يجاوبني. مو خطر ان هنا دورك مش واضح انتي لا صحافي. يا وكيل. لا داخل في الدوليب هيري الكل. مش واضح دورك في المنظومة بتعريرها في تونس. انا قلت لك صاحب مكتب استشارات توا. وقلت يكلمك مسؤول. وإلا ناجم واحد يخمم في قايمة. وإلا وبشن فما حاجة ان انا نقول لك بعد ما نقول لك شتوا. نحبش نقول خطر شنو رايك. من كي واحد يكلمك ويحكي معاك. واللي انتي هذي السيد والزوز والالربعة. اللي انتي عندك بهم علاقات وتعرفها من سنوات. يكلمك توا يقول لك نقض ونعمل قهوة ولا نحكيه. وكي ما اتكلمتني انتي ومعناها نقول لها. شاوبني انتي ما وش موك نقول لها. لش كون تخدم فلندي حابات الجاي. انا مش نخدم على الحصان. نحاول بالخبرة نخدم على الحصان الرابح. اللي هو شكوم شكوة. لا كيفش نعطيك هكو توا. حتى كان نعمل قهوة ونقعد ونبدأ شنية. دي ما مش نعطيك واحد غالط ترو. زياد تلمسيني من الاسماء اللي بش. زياد اذا كان وعمل قايمة ويطلع ان شاء الله عربي سهله. ما نصورش كون زياد برك انا ما رجعي. ما نصورش. جلال تقايم. ما ما نصورش صيب ياسر جلال. انا نعطيك ناكدلك جلال يستحيل يعمل قايمة. ونراهنك. ما يعملش مهر. ما يعملش مهر. ما يعملوش الزوس. السياسة لا تلتقي بالرياضة. واقف غادي ما تكملش يسأل فيها. عبدالرزاق الدالي. نعم عبدالرزاق الدالي. رجل البيه يقلو بوستراو. كنتي والسيدي بوزيد. وكان له فضل في جيانا كريم العوازي. لان اعطيك سلم الاسرات للنجل الفريقي. كان هو رئيس عبدالهوات في 2008. كريم جال الكلوب. قبل سوية بعد. سبعة. يمكن اي. كان له فضل. وهو محامي شاطر. وراجل البيه. خطنافل هنا ويترزح. ننصحه بش ميترشح. فما مفاشقة بش تكون. معتها اسم مش متوقع بش يكون في الانتخاباته. من المفروض اي. شكون. خط كبش نحكة توا. بش نكمل زو السؤالات. حتى اربعة. فلمت شكون. اكيد. وبرشة. ونطلب اسماح لازم بها. شوف شوف. ترجمة تسميلي يا اسماح. لا ما عنديش واحد عن قصد مثلا. ان اسلم المد بنحب نظلم ونعمله. استحيل ولا لي. حتى عن غير قصد فلمتو شكون. اكيد اكيد. شكون نقعد في بيتك نطلب ان اسماح اليوم مثلا. مرية. يمكن جوارات. يمكن انترانارات. يمكن اسئولية. فلمش اسم معين. لا لا ما عنديش واحد مثلا. انا نحب ان نشد عليها حاجة معا. يعني نشد نعمله واحد. لا والله لا. ظلمك شكون. اكيد. شكون اكثر واحد ظلمك. لا ما نحبش نقول هذوم. فما اقول مثلا ما نسمحو مش. كما شكوا. لا فما واحد مات طو مثلا. وظلمني برش. مات. تصور معنا ريت وماتنا للنون. تقول واحد واحد. ما نسمحوش. قطر اعملي حاجات. في الكوري اعرف. ما نسمحوش. ريت. ارغم اللي انا والله يروني متملح. شا عملك مثلا. ليه معناها. اعملي حاجات متاع. دعية خيبة. وحب حتي يضرني في الخدمة متاعي. في الشغل متاعي. فهمت. ما تسميهش. لا ما نسميهش. قلتك مات. كما اسمع واحد مات. ولا واحد في الحبس. ما نحبش نحكي عليهم. باي. قلت لي ما نحبش اسلة عادية. كيفش كانوا الاسلة. عادية لموش عادية. لا 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 لا. بهين على اسلة بهين. والله العظيم وراني مرتاح. انا قلتك نحبس. اني كل شي. اما انا كنت بالشنين للوم. بعض اشخاص ما نحبش. لانو تتيح قدر لي. انا كي نجاوب عليه اليوم. فهمت. فمس سؤالت وقعت وكو مش خسرهولك. ما سألت ولكش. لا لا لا. عادي عادي يحكينا بكل شي. خلينا نقول لك. اللجنة هذية متاع التحكيم نعطيك ريا. اللجنة هذية متاع التحكيم. او ادارة التحكيم وما يشبه هذيك. مش مش تنجح بش تفشل. عشقاولك. تكون قلنا بش تفشل. خاطر يقولوا وانتي حطيتها ويقولوا بش تفشل هذي. تقيق. اودي يخل وما قلتك تبعش ناس. اخوذ من عندي بسمعش علي. اي خاطر على الحطر يتابع فيسبوكك. الاخبار اول باول. ممكن تقبل حتى ما طهبت كل شي تلقى عندك في التحكيم. خاصة ان نموت لها بخصوص اللجنة هذية. هذا هي اكد التأويلات انك تحكم. وحتى تهدد في الحكام تقلقوا منك زيادا. يعطيني اسمعني. يعني نتحدك. يعطيني ارتيك الحل. تولي انا ولا. لا استاني ويكتبتها. برا ما فسختها انتي بعد. انك تهدد في الحكام اللي لمشوش يزفروا. لا 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 ما هددتش. اللي قلت لا رجوع للوراء. هذيك 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 هذيك. تقول الحكام يصروا. على عدم الذهاب للمبارات. ولا رجوع للوراء. معنا لا رجوع للوراء. وهم مش هذيين صحيح. وفي الدراسيون مش هذيين صحيح باش تعاقب. مم. شوف كان تبقى. ما نهددش. ما نسيف نهدد. نفضع في سبع يانا. كفيش نهددهم انا. وانا اه مثلا. مش هذيك. نحكي على معلومات مؤكدة. لا تقرأها. الا هنا. اي حكم يرفض ويتمرد للمبارات. اللي تم تعينه لها. سيتم تجميده وابعاده عن سلك التحكيم. انت كتبت هذا. وكتبت. التحكيم والحكام. القراءة جاهزة لرجوع للوراء. هذيك هدد وتواعد اغلب الحكام. بالتمرد والعصيان. ورفض ادارة مباريات. الاسباب المعروفة. الجامعة قرد تسليط عقوبات الابعاد. تجميد على اي حكم يرفض. ويتمرد ويعلم العصيان. بالنسبة لأي حكم دولي يمتنع. جاهزت جامعاتك لتقدم مراسلة. في الغرض للاتحاد الدولي. مع تسليط عقوبة. وهي الابعاد النهائي على التحكيم. والسلط المسؤولة على العلم بهذا الملف. تجهيز قايمة. موسعة من حكام الشبان. مختلف جهات الجمهورية. من اجل الاعتماد عليهم. تهديد هذا ومش تهديد. انا هو. كيف يقول راهو. ما يمشيش رام مش يعاقبه. تهديد شنوه تهديد. قرينا اعطي فيك في معلومة. انت كحكم ولا كيف. انا قلت رام مش تعاقبه. وري الجامعة عشان تسحيها. ورد بالك. فما اهم حاجة هي قلت صلاط المسؤولة. تعطيك حاجة راهي. مايش كان اللجنة الثلاثية. ولا الجامعة ولا سمه ليه تحكم. راهي مؤسسات الدولة. ونقف هنا. واضح. اعطيك صحة يا عبد الكريم. مرحبا بيك. مرحبا بيك. لا نكمل لك حاجة. قلتك اللجنة هذي. راهي مش تفشل. مش 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 تنزح بارك. لا مش تفشل. لانه خلافات مبيناتها عميقة مش ممكن تتحلم. في وسطها. بينسور. مايتفهموش. علش نسمينا الناس. طوانا قلتك اصدقاء يا رامحة. لا ما كتب فيهم كيف يسميهم. علش نقول اسلامة عارك مع عبد الكريم. عادي. لا ما نقولش. انا قلتك خطر انا ما انا. كل ما يتفهمش ما عرف. لا 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 خلافات عميقة عميقة. عميقة جدا. ما فيياش حل. وكل واحد طيو يحب يجيب جميعته معاه. مثلا ما هو تعين. طوريتهم الستة. كل واحد يحب يجيب معاه زوزو ثلاثة ربعة خمسة. وبدأوا. فمش كون جاب طيو. وهدي مشكلة. فهمتك مشكلة كبيرة. والمكتب الجامعي هذي. او اللجنة اللحدة دي. مش مش تنجح. ما يقوله كمال يدير صاحبي. ولي لا. ما مش مش تنجح لي انا قرارات انتعه وغالطة. صباح. مع كمال انتوا. كمال يدير او السيد كمال يدير. فاجأتني. ليه يا ولدي انا ما تلقانيش ينشكر واحد رد بالك لو ادي. انا ارني ما 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 نضربش بندير. ارجع قبل بعد ما نضربش بندير مثلا. انا قلت لي بكري قلت لي وديعش بيك ماكش معاه. علش نجي معاه انا. عكايف القضاني نجي معاه اشنو. علش نجي ضده مالا. هيفام الناس جي ضده. انا اللي نجي ضده. بخاطر فضله عليك كبير. ما عندوشي فضل. انا عندي فضل على وديع ما تلسنيش رجل من الموقوف. انا عندي فضل على وديع. انت عندك فضل. ينسير. كان جاي وديع على البرة تقول هاليوم لها لي. ينسير. انا القيت نهار نسكول في وديع. انا وديع عاونتو. كما عاونوه برش الناس. حاملته الانتخابية. ينسير حاملته من غير ما مسيت وضربت انا. صفاها بالتليفوني. ملاثيقة. ليه. بحق الصيفة تنطبق عليك ذجل قوي في كورة قدام التونسية. والله رأيك. دي وجدت نظر متاعك نحترم. انا اللي ارى انسان بسيط. نقعد اكي لقيتني الصباح وقاها وقعت فيها. انسان بسيط. ولكن عندي علاقات. نستخلها. ما نطلبشي انا. ريت العربيت روايت ما نكلمهمش. صفاها. ما سؤالي. انا كانت نكلم واحد صاحب. مثلا نريد انوا يكنين ابدوا صحاب الصحاب الأنجم. نكلمك انا قلت لي شوف يقول. الخبرة خلاتني نتعامل. معناها نعرف كيفش نتعامل. لاني غلط لاني فهم عبادة تنكروني. غلطت انا مع النهاسي وغلطت علت ومعاي كده. عادي. نختم. ونقول. خمسين في المياه من الحملة اللي موجودة هذي خمسين من في المياه. لانه نادي الفريقي في المركز الاول. اشتغل نادي الفريقي في عبد الكريم العربي انت تمثل نادي الفريقي لا انا اقول لك لانه فهم عبادي يتصوروا طوال نادي الفريقي اللي كينني اني زعم هذي اخذت جبلة اخذت كليب لولا كينو كم كوا انا انا نعاون نادي الفريقي يوم كين جات باجة واحدة لولا وقالوا على باجة دي ما اخذتوا يحبوا يربطوا بحاجة انا مقلت لكش ليه نعاون كين قاعد تستميل في جمهور الفريقي باش يكون في صفحك ايه ليه من استميلش اريت انا كنا حبيت نعمل كين نحبش نعمل كنت ان عندك باش نعمل باش صفحاتي نجم ويدافع علي شخولك فاذي ايا غير ما نتكلم مانا ونقلم حتى قوي وواضح عندك في الامورة ذي ومنكلم حتى وحد صفحات اللي تعرفها ما انت كبار ولا مسؤولين اكيد تعرف شوف انا نطلب منهم حاجة ولا لي وطول تعرف البيت واضح واضح شكرا مغيم زياد مرحب بيك شكرا مغيم زياد مرحب بيك